يخدحون في ديننا يسبونك ويسبون نبيك ويشنؤون كتابك ويتنقصونه أنا سبهم سب بسب قال تعالى وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُودِ اللَّهِ قال لا هذا الدين ليس للسب لا تسبوا أولو المشركين الوثنيين ولا تسبوا أليهتهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زيّنّا لكل أمة هنا مربط الفرس كما يقال عملهم مربط الفرس أن كل أحد عمله مزيّن في نظره مزيّن في ظنه ووهمه لذلك إذا انت قصت أنت دينه أو ما يعتز به ربما ثاب إلى السفة ثاب إلى الجهل ثاب إلى السب والشتم فتقع في شر ما أتيت لا 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 حاسن الناس لا ينهم